الروحي كنت أسأل الله الواحد أمين في أحد الخمسين الكليسة التي تعلمنا عن من هو المسيح من هو الشخص المسيح وعشان كده بتقرنه في أثناء الخمسين عن الاعتراف الذي قاله سيد المسيح عن نفسه هو أعلن عن نفسه أنه هو هو قبز الحياة أنه هو القيامة والحياة أنه هو الماء الحي أنه هو مخلص وبالتالي المسيح أعلن عن نفسه مجموعة من الإعلانات فالكنيسة تأخذ هذه الإعلانات التي أعلنها المسيح عن نفسه في أثناء فترة الخمسين وبتأسف هلنا كل أسبوع تدينا واحد من هذه الإعلانات فهذا الأسبوع هو أسبوع أن المسيح هو خبز الحياة ولأنه ارتبط مفهوم الخبز بالحياة علشان كده سيد المسيح يستخدم هذا التعبير أنه هو خبز الحياة ليس لأننا نأكله بطريقة جسدية إنما المسيح هو حياتنا وحياتنا الأبدي لأنه كده ربط السيد المسيح معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين وربطها لأنه يأخذ فرصة للإعلان عن نفسه الشعب لما شاف أنه عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين وأنه الناس شافوا محجزة عظيمة وأنه خمس خبزات أشبع خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد كلهم جريوا عليه علشان يشوفوا معجزات أكتر وهنا سيد المسيح يدي تعليم أعماله لحياتكم الأبدية لا للخبز البائد لكن للخبز الباقي للحياة الأبدية وهنا يربط ما بين الخبز والحياة الأبدية بس في نفس الوقت سيد المسيح ابتدى يحطلنا صورة أخرى عن أنه هو نفسه الخبز الذي نزل من السماء أنا هو الخبز الحي وبالتالي ابتدى هنا يقرب شوية طب هذا هو الخبز الذي أبذله عن حياة العالم وبعد ذلك ابتدى يعلم أنه هو نفسه هو الخبز الذي يبذل نفسه هو جسده الذي يبذله عن حياة العالم وهنا يربط مع جسده ومع الخبز الحي ويربطه مع المنى الذي نزل من السماء هي مجموعة من التشبيهات الجميلة اللي ابتدين في الآخر صورة أن المسيح نفسه هو الإله الذي نزل من السماء أعطانا جسده ومقدس نأكله لنحيا به علشان في النهاية يكون لنا حياة فربط كده أنه المسيح هو الحياة وعشان كده ربطه لنا بالخبز ودينا علامة أساسية وضع لنا علامة أساسية في حياتنا الكنسية أننا نأكل خبزا حقيقيا ودما حقيقيا من على المسبح لحياتنا الأبدي وزيما المسيح كان في العالم في صورة الجسد إنسان طبيعي له جسد ويناكل ويشرب وعادي طبيعي جدا إنسان كامل لكنه فيه أيضا هو ملء كل اللهود ليحل فيه كل ملء اللهود هو كمان أعطانا جسده المقدس تأكله لنحيا به بنشوفه جسد بنشوفه خبز طبيعي وبناخد خبز بنشوف هذا هو عصير الكرمح طبيعي جدا فإحنا ما بنبتالي هو فيه أيضا قوة روح الله علشان يصيره جسدا مقدسا وده من حقيقيا للمسيح إلهنا علشان كده دينا قال من يأكل جسد ويشرب دمي يحيى إلى الأبد فهذه الروابط كلها بتدينا فكرة عن أن شخص المسيح نفسه هو الحياة وبالتالي إيماننا بالمسيح ربا وفاديا مخلصا إلها أبديا بيدينا هذه الحياة وعلشان كده هذا الارتباط مربوط في داخلي إن آمنت بقلبك وعترفت بلسانك بعناه هو المسيح إلهك الذي يخلصك تنال حياة الأبدي وعشان كده تسلق بالروح كما يحب لإنجيل المسيح وبالتالي أصبح حينة إن خبز الحياة مش فقط بس إن احنا بنأكل خبزا طبيعيا عاديا عشان نحيا الحياة الأرضية بنأكل حياة أبديا عشان هو الذي يمعطي كل حياتنا أبديا عشان كده بنسلق في هذه الحياة بحسب المسيح نفسه فهو كلمة الله اللوغوس يحل في كل وصية هو الحل في كل وصية فبالتالي كل وصية بنأخذها هو موجود فيها وبالتالي حياتنا كلها مربوطة بتحقيق قصد الله من خلال الوصايا التي أعطانا لها بس في الحقيقة هو شخصه هو شخص المسيح هو اللوغوس وبالتالي حياتنا التي هي فيه هي حياة أبديا عشان كده قال لنا في الآخر وأنا أقيمه في اليوم الأخير علشان كده عندما نقف أمام المسيح إلهنا هو يقيمنا في حياة الأبدية في اليوم الأخير لأنه لا شيء من الدينون على الذين هم في المسيح يسوع السالكين حسب الروح ليس حسب الكسب لأننا متغطيين بالمسيح عشان بقيامتي أقامنا معه وحياتنا مستترة فيه وبالتالي أصبح أنه يربط ما بين أنه هو الخبز الحي النازل من السماء وأنه يقرر لنا في هذا الفصل من الكتاب وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن حياتنا مستترة فيه وبقيامته تكون قيامتنا وبالتالي إيماننا بأن المسيح هو الذي جاء في الجسد هو هو الذي صلم هو هو الذي قام وقامنا معه وإعطانا حياة أبدية يقيمنا في اليوم الأخير لأنه هو خبز الحياة ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة والإعلان كل المجد والكرامة